بنفس المهام السابقة عادت الحكومة إلى عدن مرة أخرى وهذه المرة ربما تكون العودة أخيرة ودائمة أو هكذا يفضل الجميع بعد أشهر من ترك عدن لمصيرها تواجه جماعات مسلحة نمت وتكاثرت على همش الحرب وتنظيمات إرهابية كانت على موعد مع الفراغ الذي خلفه بكاء السلطات الشرعية في الرياض يبدو أن العاصمة الموقعة على موعد آخر مع مرحلة جديدة تكون فيها مقرا لمؤسسات الدولة وسلطاتها كما كان يفترض منذ ما يقارب العام بعد تحريرها من ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع الحكومة وفور وصولها عدن قالت إن لديها عدد من الملفات والمهام بحسب الأولويات الماثلة والملحة والتي ستعمل على معالجتها وفي مقدمتها ملف الشهداء والجرحى واستيعاب المقامة الشعبية في المؤسستين الدفاعية والأمنية وتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة وتحسين الخدمات والبدء بأعدة الإعمار ومتابعة استكمال استعادة مؤسسات الدولة وتحرير ما تبقى من الأراضي من سيطرة الميليشيا الانقلابية حسب بيان صادر عن حكومة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن داغر الذي وصل للمرة الأولى إلى عدن بدأ جدا وهو يشير لنية حكومته تجاوز عثرات المرحلة الماضية ويشير لما كان من الخلل في أداء أجهزة السلطة الشرعية والتي ستعمل حكومته على معالجتها مؤكدا أن حكومته لديها رؤية واضحة لما ينبغي عمله في الملف الأمني والخدمي ولكنه طالب أن يكون سقف التوقعات في الحدود المعقولة حد وصفه فيما لا أحد يعرف ما هي تلك الحدود المعقولة التي يجب أن تبقى سقفا لآمال اليمنيين وكم يجب أن يمضي من الوقت لتبدأ الحكومة بتنفيذ وعودها في عدن اشتركوا في القناة